اشتركوا في القناة 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 في شي ماسك هالوجه بيصير فاضي متل جبنة الجريار فيه وفراغات فبتصير بس الطب المرة لقدام يتراح هالوجه لانه فضي ما بق في شي يمسكو ويشدو طلوع منكفي ومنشوف الصورة اللي بعده هون بالدقن اوقات بيصير فيه عنده عند صبايا اللي تحت مد تيرتيز بنص ثلاثينات خط بالعرض على الدقن وبالطول على اطراف الشفة بيدوب الشحم بالعرض وبالطول بها الحالة منشوف الصورة اللي بعدها بنعمل لون فلرز لانه بيكون بعض الوجه متماسك بنرجع منعبيهم لحتى ما يتكسر هيدا التم بنشوف كمان الصورة اللي بعدها بديفرجيكم شوية بفور وافترز بنشوف هون من بعد ما ترهى الوجه للسيدة رح نشوف الصورة اللي وراها من بعد ما زبط وجه بالفلرز بديفرجيكم تونز ايدانتكال تونز توم وحدة دايت وشمس وتدخين والتاني ما عملت شي شوفوا الفرق بالشيخوخة يعني شوفوا قديش في التجاعد الجورة تحت العين داير التم وشوفوا اختة توم يلي من نفس العمر يلي ما عملت رجيم ما دخنت مرات ما تعرضت للشمس قديش بعدها محافظة على جميلة وعلى شبابة هلا اكيد مش عم نحكي نحنا هون البوتوكس والفلرز والشفاف عم نحكي عن الشيخوخة يعني بس اتطلع فيك قديش عمرك البيولوجيا وانت قدي بتاعتي اذا كنت كتير من اليو يو دايترز رح تعتخي تيارة اذا كنت كتير بتتعرضي للشمس رح تعتخي تيارة اذا كنت بتدخني كتير صوتك دير تمك نوع بشرتك لوم بشرتك رح تعتخي تيارة فاذا هيدولة كل الملاحظات بدنا ناخدن بعين الاعتبار طيب شو بنفهم اليوم من هيدا الشي اللي فسرت لكم اياه اول شي الشغلتين بدأ لكم اياها جربوا اتحافظوا على وزنكن ما تخلوا يطلع اكتر من اتنين كيلو اوكي فاذا اذا عندك عشا كل الشي خفيف الظهر شي خفيف الصبح للكلوريك انت كده لنهوزاته ما بتعمل رياضة روح يمشي لانه ما بدي اياك تعمل ريجيم انا كاخصائية بتجميل تجعيد ومكافحية الشي خوخة عم بيقلك ما تعمل ريجيم لانه رح تعمل ريجيم تنزعي للوجه ترجعي بعد ثلاثة شهر تاخذي الوزن ترجعي تنزعي جسميك وجهك بيكون انتزع ما بقي يظبط بده ينعمل فلرز ساعتها بتصيري الانه بمشكلتين بدك تدوب الشحمات من جسميك وبدك تعبي الفراغات بوجهك فاذا احسن خلينا نضلنا على استاتيكو مزبوط ولا لا انما اذا انت كنت من الاشخاص البروفايل تعملي شي وبتلتزمي فيه وبتحافظي عليه روحي بس مش اكتر من اتنين كيلو وبتاني جرام بالشهر للمرة اللي عمرها فوق العربية فيه محلات بالجسم بيصير فيها بيتراكم فيها الشحم حتى لو ما كان هالقد فيه وزن زايد يعني اكيد اكيد وبصير بدنا نركض على الرجيم بلكة من منشيلهم هلا هنه صعبين حلا لك شو الحل لقلهم الحل شغلتين اذا كانوا بينمسكوا بايد بتعملي لهم فات فريزنج يلي هنه جلسات تدويب الشحم يلي بنعملها بالعيادة واذا كانوا كتار بدك تروحي ومتموضعين بمحل واحد الحل بيكون التوجه نحو الحل المينيمال انفيزف يعني هلأ صار فيه تقنية للشفط خفيفة مثل الفيزر مثل المينيمال انفيزف لايبوسكشن ومثل شي جديد اسمه جي بلازما بيشيل وبيشد مثلا الايدين من جوا البطن من فوق بيعملك تقطيع للبطن بس اذا كان شحم كبير ساعتها والوزن كتير بدك تروحي على الحلول الدراستيك دستيجنز واذا كان البي ام اي فوق 35 بالمية يعني بدي اوقات فيه سيدات تقولي بتفرجيك بطونة هيك بتكون بتشرح بتطلع لك بطن كتير كبير خمسة كيلو بده عملية بتكون هي بتحب الاكل بتحب الحلو شو تروقتك نافة شو تعشيتم يعني بخبز بتكون درسة حلو ايموشنال ايتر بتعصي بتاكل تنبسي تبتاكل كل العزيم بتاخد كل البفا من اول و لا اخر وهاي دي ما في مننا امل انه تضعف لانه النصاحة عندها من هون يعني بتحب تاكل بينما السيدات حتى لو في رجاءات تتخذت بده ترجع تكمل بلايف ستايل لا 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 هوني بهيدي الحالي من الا مدام بتروحي عند برياتريك سرجن بتشوفي انتو ياه لانه ضغطك سكري بعدين على كبر هيدا الشي رح يأثر على الصحة العامة بتعملي سليف بتعملي تكميم للمعدة وساعتها بتخففي هالشراها وهالأبيتي بدل ما تاكل ثلاث اربع صحون وصندوش كلها الباكات من اولة لاخرة بتصير تاكلة كمية قليلة وبتحافظ على الوزن بس بهيدا الحالي كمان مشكلة هالعمليات كاتيا انه بيصير فيه تراهول جسم فزيعة والتراهول واكسس تبع الجلد الا اذا هلأ صارين منحطهم مع بيتي مع ترينر بياخدوا كتير بروتين فيتامينات واه بيكونوا مونيترد بيضلون شوية محافظين فازا هيدا موضوع سكشن لحالة بدي قاعدة كل سيدة بسيدتها بس بدي ارجع عيدي اللي بلشت فيه دايت ما فيه واذا فيه اتنين كيلو مش اكتر بالشهر مع رياضة يعني ما نسمح لحالنا فوق اتنين كيلو ننصح لانه بس ننزلون فيه مشكل فيه مشكل خير نبالش من الاول لكن اصلا ما نطلع اكتر مظبوط العيون بيتنقروا الخد بيتحفر نزوليبين فوق اتنين كيلو بيضلوا سيف هوني سيدة نزلت ستة كيلو شوفي وجهة تعيب بس حافظت عليهم بعد ستة شهر نحافظة على الستة كيلو نعمل لها ووركشوب وتعبى وجهة مع بيلينغ وفراكشن الليزر ورجعنا عطيناها النظارة بس اذا بسأله وبتقل لي نصحت ثلاثة اخدت اربعة نصحت اثنين اخدت خمسة مارسي اورفور ما رح يمشي الحال رح يمشي الحال اذا سكرنا من الاول قبل ما نطلع وقبل ما ننزل يعني اذا كنا اللايف ستايل صحيح مش مفروض نوصل لهالمرحلة بس انه اوقات بالصيف وخاصة باللبنان بتحس انه بديك تاكله يعني بتنعزمه في كتير اعراص في كتير عزيم والاكل طيب وتمتنك وصاحبة العزيمة بالعادة عنا بلبنان اذا عزمه حدا ما بتقبل انه يجير عنديك ما يأكل بتصير انه يا جيبي كيترين يا طب خيامة عزبة بتصير تصري عليهم لا كلم وانا عملتهم كرمي هونيش حروا لوحد روح على عزيمة وما يأكل اكزا كليفة اذا عنديك ثلاث عزيمات بالجمعة كل الصيفية كتر خيري هون شا عم نشوف هون عم نشوف السيدة بس ترهى الوجه دايما بتوقف عن المريل او بتجي لعندي بتقول لي انا قبل ما يطلح الوجه بتبلش بدي اعمل هيك بدي اعمل هيك اذا عامليه لجيم وكتير نازل الوجه بصير فيه كتير زيادة جلد فهيدي الحركة هي الفيسليفت ما في شي بيعملها الا عملية جراحية في عنا مسابقة اكيد في عنا مسابقة اليوم بدنا نقل ربح او ربح معنا للاشخاص اللي بيحبوا يربحوا اليوم رح نعطي جلسة تفريز شحوم فات فريزن لكل الاشخاص اللي بيفوتوا على انستغرام بيعملوا فولو على حساب كارول زمرود اللي بيان قدامكم عملوا شير فولو او عملوا حطوا كومنت مخدوم سارة شامعون سارة شامعون بتربحي معنا بي فقريت بي بيوتفل بليز تتصلي على الرقم اللي عم يطلع هيدا قدامك على الشاشة لحتى الناس نحن وياكي سارة كيف ان شاء الله ما تكوني بحاجة لجلسة تفريز شحوم بس هو من واحد موضوع لليوم واكيد لكل المشاهدين اللي عندن اسئلة فيكن كمان تتصفين على هيدا الرقم لانه هيدا الموضوع كل حالة هي حالة خاصة منو شامل يعني اللي عندنا صحة بيديا اللي عندها بيبطنة بيهنشتة فإذا كل حالة تندرس لحالة تانكيو كارول تانكيو كارتيا شوفيك لأسوال آدم وفي هلأ نجم تابعا لايف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة